جربت النهاردة واحد من احلى واغلى المحلات اللي في مصر بس يسيبكم من كل ده ده حرفيا اصغر واغلى سندويتش شاورمة انا جربته في حياتي ويا شباب انا النهاردة دفع كتير اوي 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 عشان احاول الخص لكم المكان ده على قد مقدر في فيديو واحد وفي نفس الوقت اقول لكم تطلبوا وما تطلبوش ايه من هناك فلايك وشير كده عشان نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه اخيرا وبعد طول انتظار اكتر محل مشهور في لبنان فتح في مصر وهو بربر يلا بينا نجربه لو عايزين نحكي لكم قصة المحل ده فاقولولي في الكومنتات عمل لكم بيا فيديو عشان ايه حقيقية قصة من القصص الحلوة اوي اول مبارح يوم 5 اكتوبر 2022 فتح بربر فرعه 8 جنب زدرايف في التجمع الخامس في القاهرة في مصر ومع ان ده كان تاني يوم ليهم بس باسم الله ما شاء الله الله اكبر الدنيا هناك كانت زحمة جدا بس مما اني كنت صايم وكنت راحناك على معاد الفطار فاستأذنت الناس ان انا اخش واطلب الأوردر بسرعة والصراحة هما وفق على طول بس للأسف هما قالوا لي انت ممكن تطلب أوردرك كله بس هتستنى شوية على الشارمة عشان هي خلصانة من كتر الضغط عليها المهم استلمت الأوردر كله بسرعة معادة السجوء باللمون او صدق باللمون لاخواتنا في سكندري فكررت ان ده اول حاجة هبتدي بيها سار الطبق ده مية وخمسة جنيه فيه تقريبا من ثمان لعشر صوابع سجوء سيبكوا ان هو غالي جدا 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 بس ده واحد من احلى السجوء اللي انا دقته في حياتي ومع صوص الليمون اللي عليه ده رائع انا فعلا كنت كله ما خلص سندوتش او كله ما خلص اي ايتم لازم اخدلي مثلا صباق فعلا كان طام حلو جدا والتاني حاجة بقى جربتها هي الحاجة اللي هم اصلا مميزين بيها وهي المنقوشة وجبت اتنين من هناك واحدة لحمة بعجين والتانية نص جبنة ونص زعتر ابتديت اول حاجة باللحمة بعجين اللي سعرها خمسة وسبعين جنيه بصوا هو الاسعار في المجمع الغالية عشان بس ما نعطش نعلق عليها كل شوية وهي بدايتها من فوق كده بتبقى مقرمش عشان هي بتبقى زي البيتزا كده لما بتخش الفرن الحواف بتاعتها بتنشف شوية بس الجمال كله بقى بيبتدي لما انت تقرب من النص العجينة بتبتقي تطرق الحشو نفسه بيبتدي يزيد والمزازة اللي في اللحمة الخفيفة دي بتبتدي تبان وهي رائعة رائعة صدقني دي واحدة من احلى الحاجات اللي هناك واحدة من احلى المنقوش اللي انا دقوتها في حياتي وبالنسبة بقى للمنقوشة اللي بتجبنا والزعتر اول ما بتفتحها ريحة الزعتر نفسه كيه بتضرب فبتخليك مبسوط بس لما تجي تبص على السعر ما بتبقاش مبسوط عشان سعرها 70 جنيه وهي كذا برضه لما بتجي الدوق بتحس بتعم الزعتر بس طعم الجبنة يا كاد يكون منعدم تقريبا بس في بعض الحالات لو انت هتقسم المنقوشة من نص فهتديك شدة خفيفة من الجبنة بس الامانة العجينة بتاعت منقوشة الجبنة والزعتر دي احلى من اللحمة بعجينة وبعد كده بقى جربنا البرجر اللبناني سعره 95 جنيه بيكون عبارة عن طبقة عيش وبعد كده كولد سلو طبقة بطاطس وبعد كده البرجر وتقفل بطبقة العيشة الاخيرة من فوق وحقيقة يا جماعة لقمة العيش دي انا مشفتش مطعم في مصر قبل كده بيستخدمها تقريبا هما جيبانها معهم من لبنان مش عارف فالا ايه بس دونا عن العيش اللي كان نظيف جدا والكولد سلو اللي كان طعمه حلو بس طعم البرجر نفسه ما كانش باين خالص بقى في الحاجات دي يعني طعم البطاطس والكولد سلو كان طاغي عنه فمش هو ده الحاجة المميزة اللي اجيلها مخصوصة عشان اجربها ودخلت بعدها بقى في سندويتش فرانشيسكو اللي سعره 115 جنيه والسندويتش ده بيبقى مدغرق مايونيز من كل حتة فيه وبيتحط كده من فوق شوية جبنة يسياحهم وبعد كده بيكمل مايونيز تاني مشكلتنا مع السندويتش ده كانت حاجتين ان هو ما فيوش حاجة مميزة اوي يعني كل حاجة جاهزة انت بس بتحطها جوه السندويتش وان هو الطعم اللي فيه عادي يعني حتى الفراغ حستها مش متبلة تقريبا وده طبعا غير سعره يعني بس الحسنة الوحيدة الصراحة اللي في السندويتش ده هو العيش العيش كان تحفو بس اللي جاي ده بقى هو اللي كان عالمي الفلدلفيا سعره مية وسبعين جنيه بسه هو سندويتش غالي جدا 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 بس ده فلدلفيا تشيز ستيك زي ما كتاب بيقول حرفيا كل حاجة فيه مزبوطة اللحمة حلوة جدا الجبنة حلوة جدا العيش طحفة بس السندويتش غالي مية وسبعين جنيه فانت هتجيب مية وسبعين جنيه عشان تجيب السندويتش ده ممكن مرة في الشهر مرة في الشهرين مرة في السنة بس انا اكد لك ان اي مرة هتطلب فيها السندويتش ده انت هتتبسط وبعدها لما خلصنا تصوير وأكل بقى وكل الكلام ده طبور الشوارمة الحمد لله بدأ فوقفت فيه بقى عشان نستنى بس قلنا نجيب حاجة نتسلى بيها وإحنا وقفين فجبنا اثنين ايس كريم سعر البولة 35 جنيه وجربنا اول حاجة اللمون محطوطة في البسكوتة وهي كانت حلوة جدا الصراحة مع اني انا مفضلش اللمون بس اللي كانت رائعة بكل معاني الكلمة الفوزدق الفوزدق دي كما اعطي احلى بولة ايس كريم فوزدق انا دقتها من فترة طويلة جدا كان محطوط جواها كده شوية جرناشت فوزدق يعني هيكت حلوة المهمة بعد نص ساعة وقفت طبور اخيرا طلبت الأوردر سندويتش هارما فراخ و سندويتش هارما لحم واستلمتهم بعد 10 داييل ولما طلعتهم بقى من الكيس اتفاجئت من حجم السندويتشات السندويتشات دي معمولة لبيبيهات تقريبا ده اكيد مش لانسان بالغ كده هيقدر يأكل مثلا سندويتش ولا اتنين ولا حتى تلاتة من دول عشان يشبعوه والمشكلة الاكبر بقى كانت في سعرهم فسندويتش الشوارما الفراخ كان ب70 جنيه واللحمة كان ب80 جنيه يعني السندويتشين دول كده مع بعض ب150 جنيه بصوا هو انا مش هقول حاجة غير ان انا لو محتاج اشبع على الاقل هجيب تلات سندويتشات من دول يعني من 210 ل 240 جنيه المهم احنا زي ما قلنا ان احنا هنتغاضع عن السعر عشان اسعار المحل ده غالية قوي وهنركز بس على الطعم فالله بينا نبتدي بالشوارما اللحم بص انا خدت قطمة في التانية ومش عشان سعر السندويتش ده عالي انا بجمله هو فعلا واحد من احلى سندويتشات شوارما اللحم اللي انا دقتها في حياتي من اول تدبيلة اللحم الكميتها مع الطماطم والبقدونس والبصل والخيار المخلل وكمان الطحينة اللي كانت كل حاجة مظبوطة بالشعر مع التانية فانا كنت حاس ان انا باكل سندويتش مثالي ولو انت حاسس ان انت جعت فاستنى بقى عشان الشوارما الفراخ احلى واحلى 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 مبدئين كده بس هما بيحط على الشوارما فراخ بطاطس وخليني بقى يكلمك على الشوارما فتدبيلة وطعمة وتروى انها ما بتشدش مثالية وكمان نسبة الشوارما مع البطاطس والخيار المخلل والطمية معمولة بمعلامة مفيش حاجة طاغية على حاجة واكتر حاجة انت حاسس بطعمها هي الشوارما والباقي بيخدم عليها وعمتا ده كان احساس بقى لي كتير اوي ما حستوش في محلات الشوارما فالصراحة دول اتنين من احلى سندويتشات الشوارما اللي انا جربتهم وبالذات الفراخ ده كان في حتة تانية وملخصا بقى للتجربة دي تعال اقولك تطلبه من هناك وتقريبا كل حاجة انا طلبتها من هناك كانت مميزة معايدة 3 حاجات سندويتش الفرانسيسكو والبرجر اللبناني وممكن تحط معهم على استحياء المنقوشة جبنة وزعتر لكن بالنسبالي الباقي كله الصراحة كان مميز وبس كده معلش لو طولت عليكم وشكرا جدا لكم لو انتم لسه تتفرج لغاية دلوقتي كان معكم اباظة من قناة لايف وزاباظة سلام